دكتور جوزيف يعني قانوناً هل في حاجة تلزم الزوج أنه ينفق على زوجته وعلى أولاده وأنه يعلمهم بما يليق بمستوى المادي ولا ما فيش؟ موزح ريكوة بعد الرشدة العظيمة اللي ادهلنا سيدنا أنا يعجز لساني أن أنا أتكلم في الأمور القانونية خوفاً مني أن أنا أمس الكلام الجميل ده وخصوصاً مع زوجة مسابرة زي دي المشكلة دي قائمة بالمنظر اللي هي بتحكيه بقالها أكتر من عشر سنين إنما لو نقشناها من ناحية القانونية هي لها أربع أوجه وجه متعلق بعلاقة غير شرعية وجه متعلق بضرب أفضل إلعاها مستديمة فعنيها بتقول فقط البصر وجه متعلق بالولاية التعليمية على الصغار إنه هو عايز يخرجهم المدارس وجه متعلق بعدم الصرف حتى بعدم سداد القيمة الإيجارية لشقة الإيجار اللي هم قاعدين فيه على الرغم إنه هو راجل مقتدر طبقاً لما هي ذكرت لو مسكنهم عنصر عنصر هنلاقي إنه هو العلاقة الغير شرعية لو هي أثبتتها القانون واقف في صفها بس طبعاً إحنا ما بننصحش بالكلام ده بننصح إن إحنا بنلجأ للكنيسة مع كرس مشهورة مع زوجة فضلة زي دي عايزة تعيش قاعدة أكتر من عشر سنين متوافقة مع اللي بيحصل دواد وصبرة لأجل صلاح أمور بيتها ولأجل استمرار الحياة الزوجية إحنا لازم تروح الكنيسة وتتوجه لأخذ الكرس مشهورة هيكون من شأنه إنه يعدل أمور الزوج ويعدل أمورها لحياتها الزوجية دي نمرة واحد نمرة اتنين بتندرج تحت نمرة واحد إن هي تغاضط عن اتخاذ حقوق القانونية فيما يتعلق بالعاهة المستديمة اللي جات لها على الرغم إنه كان في حينه إنها كانت تقدر تاخد أكتر من إجراء قانوني يضمن الله حقوقها القانونية فيما يخص وقعة الضرب التي أفضت العاهة المستديمة ومستقبلا منع تعرض الزوج لها بالضرب بأي حلم الأحوال دي نمرة اتنين وبرضو ما يصحش إن إحنا نتكلم فيها بعد فوات الأوان وبعد ما بننصح وبنرشد باستمرار الحياة الزوجية نمرة ثلاثة نتكلم على الولاد التعليمية لأنها ذكرت إنه عايز يخرج الأولاد من المدارس الخاصة لأنه رجل مقتدر وصاحب معارض ويدخلهم مدارس حكومية واضح دود إنه الموضوع دود فيه عند وكناية لها والأولادها نابع عن عدم استقرار الحياة المعيشية حتى ما بينه ما بينه أولاده الأولاد لو عد أحد منهم اللي 14 سنة لا يجوز التحكم في الولادة التعليمية ليه هو الولاية التعليمية بيه قائمة بذاتها والروح الولد يقرها أمام القاضي من من الأولاد ما هو دون اللي 14 سنة الولاية التعليمية في حالة وجود خلاف زوجي قائمة بين الزوج والزوجة قاضي الأمور الوقتية بيقرر الولاية التعليمية للزوجة وبتكون هي المتحكمة الأولى والأخيرة في تحديد مصير التعليمي لأولادها ونوع التعليم المقدمية نوع التعليم والقاضي بيأسترشد في ذلك كونهم هما خلفياتهم جايين من مدارس خاصة كونهم هما جايين من مدارس تجربية من مدارس حكومية وبيقر الولاية التعليمية فبتاخد إقرار ولاية تعليمية مزايل بالصيغة التنفيذية بتحطه في المدرسة والمدرسة بتبلغ بيه الإدارة التعليمية اللي بيها الزوج لو جيه حاول إنقل الأولاد ومن درجة تعليمية لأخرى دونا عنها في المستوى أو أعلى في المستوى هي الإدارة التعليمية بتقوله أنت غير زي صفة بالنسبة لي إن كنت أنت والي طبيعي والي شريع على أولادك بس الولي التعليمي تبقى للحكم للصدر للزوجة ودي بحاجة بتبقى سريعة جدا وصدقات الأمور الوقتية لما لها من خطورة في التأثير على المصر التعليمي للأولاد دي نمرة ثلاثة آخر حاجة مناطل السؤال اللي هو الصرف ده راجل مقتدر وصاحب معارض وعنده باع من المحلات ومش عايزي أعيدها في شقة تمليك دي قصة إنما كونه ما بيصرفش على البيت مش عايزي يدفع الإيجار وكونه ما بيدفعش إيجار حتى الشقة الإيجار لأ الزوج هو المنوط بي إنه هو يصرف على البيت بكافة أوجه الصرف من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وكسوة حتى الفرش والغطة تبقى للقانون بنسميها نفقة زوجية ونفقة صغار بجميع مسمياته وإنما كانش يرتضي بده رضاءاً هيرتضي بيه غصباً عنه بموجب حكم صادر ضده سواء بنفقة زوجية سواء بنفقة صغار سواء بإلزامه بسداد المصرفات المدرسية اللي الزوجة هي القائمة على الولاية التعليمية بيها سواء إلزامه لقدر الله بمصرفات علاج حال أي حد من أولاده أي